مرحبا بكم في كوجينت يسرى وصفتنا اليوم مقرونة بالسلسة بالحمل علوش ان شاء الله تعشبكم الوصفة تبعوني اول حاجة كلا عادة سنستبياء نحبك التفويحة متع الفلفل هذيك على الأحمر وكالتشتيشة هذيك متحسين باش نحطك الجرونة ذوكو متقليوا وبعد باش نعملهم امعا شوية ثوم باش تقولولي الحمل علوش والثوم ما يجيووش الحاجة الوحيدة اللي نعمل فيها الثوم هي المقرونة كيف يبدأ فهم الحمل علوش سينو راني ما نحطش مع الحمل علوش ثوم بالكل خاطر يبدلوا مطعموا ويغيروا امبعد ما قليت الحمم تاعي باش نزيد ثلاثة مغارف كبار متع تماطم معجونة محلولة في شوية ماء وباش نخليها بتباعة تتقلى شوية على نار هذي انا من نوع اللي يحب يقلي تماطم باش تسيب البنة متاحة بتباعة تقليها مغير ما تحرقها وكي باش تعمل مثلا الطل كيفية نتعمل ثلاثة مغارف كان باش تعمل كيلو تعمل خمسة مغارف ستة مغارف انت وكيفيش تحب الحمورية متاع التماطم معانتها كيفيش تحب الخطارة متاحة كاني معانتها تحبك تصالصة المطمط ما وقل لتحبها العادية تاوى هذي ايا بعد ما تقليت باش نحط لي فحات متاعي بنسبة لعلوش مكثر شي سرفيح باش نعمل جيست شوية ملح شوية فلفل اكحل وشوية فلفل زينة لي هو الفلفل احمر باش نخلطها كي شوية ومبعد باش نمرق بالماء وزيدوا معانتها بشوية بشوية الماء سخون مديدوش فرد مرة على خطر اذي كانت بسل لك التماطم لهنا باش نرمي ورقة ترند اما مش خليهم يتيبوا على الاخر خطر كومي ملحم يخو وقت وينولي اللي الرند يراهو يسيب بمرارة هاو كمبعد باش نحي لهنا هذيك كلفلفل وثوم اللي هرستهم ابعادهم باش نزيدهم ويسيبوا كلبنا وننكهة ومبعد باش نخلي كل مرة نمرق بشوية بشوية الماء حتى لي نحس اللي الحمم تاعي نقرسو نلقاه طاب ووقتها انطفي عليها وقبل بشوية نحط بانسيوغ نصمة المقرونة طاوة اقرسة الحمم لقيته تاب والمرقم تاعنا من الصالسان بتباعة متاعنا تابت طاوة باش نرمي كجرين الفلفل هذيكا وباش نخليك كحكية تدقيقتين حتى ريني نصيب كل المطعم هذيكا كلبنينك اللي الدار كلها تبدأ هكا بريحتك الفلفل في الصالسة تبدأ معتقة وبعد نسكر عليها وخليت المقرونة متاعي كي ما قدت لكم تتصمتت انا هني عملت فل نقسمها على ثنين من خلي هيش معانتها الطول من بعدها نرمي هيك المقرونة هذيكا في وسطك الصالسة بينسيوغ بعد ما ننحي القرن الفلفل وننحي الحم ونخلطها نهبطها شوية قلدينتي معانتها ناقصة شوية تيب باش تشرب لي اكي الصالسة هذيكا ومن بعد تجي معانتها المقرونة بتاعنا باسم الليه ما شاء الله هبنينا اتهبل لهنا حتي ترشف الفلفل اكحل في الاخر خطر حسيتها معانتها ميش كلي موزو زكي ما حشتي انا باش نزيد انحرح وهذه هي المقرونة بتاعنا طابت ان شاء الله تعجبكم وتوا الى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله